موسيقى أثنان فترة الدراسة تعرفت طالبة كانت تدرس معي الحمد لله توفغنا وتزوجنا وصارت الحين عندي طفلة في عمرات 3 سنين وأشهر شهرين ثلاثة شهر قررت لاني أستقر هنا في الجزائر الحمد لله الجزائر فتحت لأبواب قدرت أن ندمج شوية مع المجتمع الجزائري والصح الحمد لله تعلمنا وتفهمنا وقدرنا نحن نتواصل مع بعضين الحكم إنهم في الأول الأخير نحن مجتمع عربي بالصح في الأول كانت عندنا عندي مشكلة مش مشكلة فتقول بدينا من الصفر بديت من الصفر يعني ما عندناش أي ما عنديش شخص ما عنديش أي مبلغ مالي يعني فتقولوا بالزيرون لقيت استجابة الحمد لله من الليكيب اللي نخدم معهم هنا حتى مجرد أنه أول طبعة كانت عندي أخذتها يعني في الأول واحد يقول للصح ما سلكتوش حتى مبلغ ولا أي شيء لغاية ما أخذت المبلغ من الكليوم من الزبون بعد أخذتو وديتو لصاحب العمل اللي أنا متعامل معا موسيقى كنروح مثلا نعطيك ملخص بسيط كنروح مثلا نخدم في دار ولا حاجة بيش بيرك مثلا أنك تتفضل وتأكل حتى يخلصت العمل يقول لك أها أقعد وتغدى عندي ولا يعني هذه حاجة كشعب مضياف يستضيفك يعني خاصا وصح بيستضيف الشعب بيستضيف سواء كنت جزائري أو يمني بصح من ناحية أنك كيمني بيقوم بالواجب معك بزيادة